بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج دعاء لدفع الشدائد وقضاء الحاجات علمه صاحب الزمان سلام الله عليه للحاج الورع الشيخ علي المكي هذا ما رواه الشيخ النوري رحمة الله عليه في كتابه القيم جنة المأوى مر الشيخ علي المكي بقضايا لا يحسد عليها من خسارة أموال من معادات بعض العداء حتى خشي على نفسه الموت والهلاك مشاكل وكذلك ديون الصحة النفسية تدهورت البدنية تدهورت وإذا به يجد دعاء قيل له في عالم الرؤية بأن صاحب الزمان سلام الله عليه يأمرك بأن تقرأ هذا الدعاء لقضاء حوائجك ولدفع الشدائد عنك الدعاء ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم ربي أسألك مدداً روحانياً تقوى به قوايا الكلية والجزئية حتى أقهر بمبادئ نفسي كل نفس قاهرة فتنقبض لي إشارة رقائقها إنقباضاً تسقط به قواها حتى لا يبقى في الكون ذو روح إلا ونار قهري قد أحرق الظهورة يا شديد يا شديد يا ذا البطش الشديد يا قهار أسألك بما أودعته عزرائيل من أسمائك القهرية فانفعلت له النفوس بالقهر أن تدعني هذا السر في هذه الساعة حتى أليم به كل صعب وأذلل به كل منيع بقوتك يا ذا القوة المتين تقرى ذلك الدعاء سحراً ثلاثاً إن أمكن وفي الصبح ثلاثاً وفي المساء ثلاثاً أي قبل صلاة الفاجر وبعد صلاة الفاجر وكذلك بعد صلاة المغرب أو العشاء فإذا اشتدت الأمر على من يقرأه يقول بعد قراءته ثلاثين مرة يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين أسألك اللطفة بما جرت به المقادير برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام